نحن في قطاع غزة عددنا لعجزة لمواجهة هذا الأدوان واليوم السابع لهذا الأدوان بدأ تناقص شديد في الأدوية والمستلقات التالية الخاصة بأقسام الاستقبال وغرف العمليات والعناية المركزة لذلك يتوجب على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته أن تدعم مستشفياتنا بما يلزم من أدوية طوارئ وأدوية عمليات وأدوية عناية مركزة وحتى نستطيع أن نقدم الخدمة الصحية للمعطنون الذين تستهدفهم طائرات الاحتلال بالعشرة هل يريد أن أتحدث عن الملائكين لتساعدة غزة وغزة يتحدث عن المجتمع الدولي بأن المجتمع المتطلبة إلى المجتمع الأدوية 920 جريح حتى هذا اللخظة ونحن في اليوم العالمي استشهد من هؤلاء 29 طفل وعصيد 300 112 قد موت 920 قد موت في اليوم في اليوم 24 عقد وعقد نحن حتى نحن هم نحن لذلك